حدثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي قال حدثنا سلامة بن الفضل قال حدثني محمد بن إسحاق عن الخطب بن صالح عن أمه قالت حدثتني سلامة بنت معقل قالت كنت للحباب بن عمر ولي منه غلام فقالت لي امرأته الآن تباعينا في دينه فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صاحب تركة الحباب بن عمر فقالوا أخوه أبو اليسري كعب بن عمر فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبعوها واعتقوها فإذا سمعتم برقيق قد حسبني فأتوني أعوضكم ففعلوا فاختلفوا فيما بينهم بعد وفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قوم أم الولد مملكة لولا ذلك ذلك لم يعودهم رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وقال بعضهم هي حرة قد أعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي كان الاختلاف تلاف تلاف تلاف